ترجمة نانسي قنقر وإدراج المحتوى الرقمي ومشاريع طلبات الصحافة ضمن الفئات المتنافسة هذوات هذفه الجائزة منذ إطلاقها في عام 2016 إلى الاحتفاء بالصحفيين وتكريمهم وتقدير إسهامتهم الجليلة وتشجيع الإبداع والتميز في صناعة المحتوى الصحفي البحريني وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات الإعلامية لتقديم أفضل محتوى صحفي وتشجيع الكفاءات الإعلامية الشابة في كليات الصحافة والإعلام وفتح المجال أمامهم وتنويع المحتوى الإبداعي والتفاعلي الرقمي على مواقع الصحف وحسابات المؤسسات على شبكات التواصل الاجتماعي هذا وستعمل اللجنة المختصة في الجائزة على تقديم الأعمال المشاركة واختيار الفائزين وفقاً للمعايير التي تحكم تحكم أو تحكم عمل الجائزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر